بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله هذا الفيديو رح يكون مثابة مراجع على مادة الأكاديميك رايتنغ المرحلة الثانية ويوند الثالث عن البرغراف ستراكتشا رح يكون مثابة مراجع يعني رح اركز على الأشياء المهمة بهذا الفيديو ويكون شيء مختصر يعني على الأشياء المهمة اللي يركزون عليها بالامتحان طبعا أول موضوع أو أول تعريف مهم هو طبعا يحيش عن البرغراف وإجزاء البرغراف أول شي كتعريف للبرغراف اللي هو مجموعة جمل مترابطة تركز على موضوع واحد أو تعمل على تطوير موضوع واحد اللي هو التوبك طيب عندنا هذا البرغراف إلى ثلاث أجزاء مهمة اللي هي ثلاث أجزاء اللي هي التوبك سنتنس اللي هي أول جملة دائما عادة تقول إذن أول جملة راح تكون هي عن التوبك سنتنس وهي التوبك سنتنس هي التحدد موضوع البرغراف كله أنه التحدد الموضوع اللي راح يتم مناقشته في هذا البرغراف والجزء الثاني من جسم البرغراف راح يكون جملة دائما اللي هي قفز ديتيل عن التوبك اللي تنطيق تفاصيل هذه التفاصيل ممكن تضمن أمثل عن الموضوع والجزء الأخير اللي هي الجملة الختامية طبعا جملة الختامية وضيفتها انه تعيد التذكير أو الذكر القارئ بالتوبك سنتنس بموضوع اللي ينذكر بالجملة الأولى بكلمات مختلفة الشيء الآخر المهم اللي هو هنا عادنا مثلا يقول لك التوبك سنتنس is the most important sentence in the bar graph it has two parts إذن الجملة اللي تحتوي على موضوع البرغراف هي أهم جملة بالموضوع العفو بالبرغراف وهي تكون جزءين اللي هو التوبك and the controlling idea زين التوبك name the subject of the bar graph التوبك وضيفتها انه يسمي موضوع يحدد موضوع البرغراف in our model زين والcontrolling idea tells what the bar graph will say about the topic the controlling idea اللي تركز على ماذا سوف يتحدث موضوع التوبك شوف عندنا مثلا هذا المثال يقول لك some marriages are a union to family شوف some marriages هذا هو التوبك the controlling idea are a union to families هذا هو التوبك والcontrolling الشيء الآخر المهم اللي هو انه position of the topic sentence طبعا هنا هذا position of the topic sentence هو دائما تكون الجملة الأولى عادة بس طبعا هنا يقول بعض القراء الكتاب العفو اللي يعدهم خبرة واسعة بموضوع الكتابة يتحكمون بموضوع يعني يغيرون موقع ممكن بالأخير ممكن بالوساط بس هو أكثر مكان مناسب للتوبك سنتنس هو يكون في بداية البرغراف يعني الجملة الأولى الشيء الثاني أنه البرغراف لما اختار أي برغراف أكتب عليه هو لازم يكون not too general مو موضوع عام بحيث تفقل الصيدر عليه أثناء الكتابة وnot specific هذا أهم ومو شيء محدد بحيث من الصعب التعبر عليه يعني التعبر عليه الشيء الآخر المهم بهذا الفصل هو الجزء الثاني من البرغراف اللي هو supporting sentence اللي شنو وظيفتها وعدنا supporting point sentence list the main point in the paragraph إذن عدنا supporting sentence اللي يحطينا معلومات عن التوبيك بضمن التفاصيل وأمثلة وعدنا supporting point sentence اللي هي list the main point in the paragraph اللي هي جمل داعمة اللي تشرح التوبيك sentence supporting point sentence هي أهم جملة أو أهم نقطة في التفاصيل والأمثلة اللي تشرح التوبيك طبعا بالحديث عن supporting sentence عدنا واحدة من أهم أدوات supporting sentence اللي هي الامثلة اللي شيء تعرف اللي هي illustrate supporting point sentence اللي هي تكون توضيح أو تعمل كموضح لأهم نقطة في supporting sentence هي جيدة في ناحية الكتاب اللي هي لأن هي محددة وتخلي معنى البرغراف واضح جدا بالنسبة للقراء طبعا عندنا هذان الكلمات اللي هي أو phrase اللي هي ممكن تستخدم قبل ذكر الأمثلة أو مع الأمثلة هي for example وfor any stinus وsuch طبعا for example for any stinus تتبع يعني يأتي بعدها كومة such as لا تتبع بكومة هاي أهم قواعدهم عندنا الجزء الأخير من البرغراف اللي هو الconic loading sentence طبعا الconic loading sentence هي الجملة القتامية عندنا الconic loading sentence signals end of the paragraph and remind the reader of the main item مثل ما ذكرنا الconic loading sentence هي الجملة القتامية مهمتها أن نذكر القارئ بالتوبك بكلمات مختلفة وعدنا الconic loading sentence signals يعني الإشارات أو الكلمات اللي تكون مرافقة أو أنه هذه الكلمات لما أشوفها أقول هاي الجملة هي الجملة الختامية إذا احتويت هذه الكلمات اللي هنش إنه conclusion signals اللي هي ذني الكلمات اللي هي مثلا all in all in a brief in conclusion in deed in short in summary in conclude to summarize or in sum up and then الكلمات تتبع بكومة إذا كتبت وهذه الكلمات no كومة not followed by كومة أوكي طبعا نحن مثل ما ذكرنا أنه remind the reader the main idea الconic loading sentence هي مهمتها أن نتذكر أو تعيد صياغة المain idea اللي هو topic sentence بكلمات مختلفة never end up the paragraph in concluding sentence in a new idea يقول لك أنه مثل ما ذكر in concluding sentence ما يصير آني topic موضوع وأجي آني أضيف فكرة من عندي جديدة تكون على خلاف أو على نقيض in the topic sentence هذا في ما يتعلق بالconic loading sentence طبعا هذا الموضوع اللي هو punctuation ما أخذين الابوسترافي شرحنا بالدرس السابق فوصلنا إلى نهاية الفصل وبنهاية الفصل دائما تكون هذه الخاتمة اللي هي تغطي الفصل كله اللي هي مثلا هذه النقاط رئيسية تغطي الفصل أو أهم من الأشياء رئيسية مثلا مثلا عندي يقول لك البرغراف has three parts إن البرغراف هو ثلاث أجزاء اللي ذكرناهن topic sentence is the most important sentence بالبرغراف أهم جملة topic sentence بالبرغراف يوجو لي other first sentence ويتكون دائما الجملة الأولى good topic sentence has both topic and controlling idea إذن التوبيك اللي يكون بصورة جيدة أو يعني غير ركيك ويكون بفقرتين اللي هو التوبيك والcontrolling idea طبعا controlling idea هي idea gives the reader a hint إحاء about what the paragraph say about the topic عن ماذا سيتحدث الموضوع البارغراف عندنا supporting sentence explaining the controlling idea in detail وعندنا the concluding sentence repeat the main idea in different word مثل ما ذكرنا اللي هي تعيد صياغة التوبيك sentence بكلمات مختلفة فعندنا هنا التحريف اللي هو summary summary هو short statement that give the main information about something without giving the detail اللي هو يكون شيء مختصر ينطينا معلومات أساسية عن موضوع ما بدون تفاصيل اللي هو عبارة عن اختصار هذا كل ما يتعلق بهذا اليونت يعني هو عبارة عن مراجعة إن شاء الله may Allah protect you and guide your step thank you and good bye